وغيره يعني أن الله يجلس ويوجد كلام صحيح عن السلف أن الله يجلس فالذي ينكر قد يقول لبعض أنه ما ثبت عندي لا يثبت عندك إن شاء الله ما عاد شوفوا أخواني الكرام كيف هلأ سيهدينا أو أهدانا أو خلص هديه على طبق من ذهب تهدم مذهب الوهابي حجرا على حجر لا تبقي منه ولا تذر تدعه قاعا صفصفا لا ترى في عوجا ولا أمت لاحظ لاحظ اسمع بيقول لك أنت ما ثبت عندك هل لي أنا يثبت أنا ثبت عندي تصطفل ما يثبت عندك اصطفل أنت عمرين حدينك ألف جهنم ما يثبت لا معنى الكلاب اسمع نحنية أنت بالنهاية الذي لم يثبت عندك طالما أنك موافق لسائر عتشطاب أهل السنة والجماعة ما ثبت عندك هذا الأمر نقول لك جيد لكن لا تنكر على غيرك نحن عندنا ثابت آه يعني في شيء اسمه بالفقه خلينا هلأ لا بل العقيدة لا أنت عم تعطينا لسا بالعقيدة في شيء بالعقيدة اسمه ثبت عندكم وما ثبت عندنا وأنتو لكم الخيار أنه أنت لم يثبت عندك خلاص ما شيء لكن لا تنكر علينا هلأ نجيب لك هذه القاعدة ونهدم لك فيها مذهبك من أول إلى آخر اللي هو أصلا مذهب أو نصف رنق ما بده حدا يدمه بس انتهى عم تجوز عليه ماشي هذا كتاب إثبات الحد للبشتي نقل فيه عن السلف طبعا في عندنا قلنا على فكرة على فكرة هذا كتاب هذا دشتي هذا إثبات إثبات الحد لله وأنه جالس وقعد على عرشه والألبائي نفسه لما عمل هذا فرس المكتب الظهري قال لك هذا ما هو في دليل عليه من الكتاب والسني من العنوان إجا هذا عادي الآل حمدان شتم الألباني وهو هذا صاحب وهذا لمعينه الكتاب هو نفسه حقق كتاب هذا إثبات الحد ولله إثبات الحد هذا لله هذا كمان ملخوا بعض الوهبي عليه حققوا ثلاثة أربعة وهذا المحقق بيسبها ذاك ومثل كتاب السني حققوا هذا القحطاني وإجا بعدين هذا عادي الآل حمدان سبوا إجا بعدين هذا من عم نقول لها حلقة وهي أخونا الشيخ محمود يزبك معنا على القط إجا بعدين هذا الرياشي ضعف وإجا بعدين آل حمدان سبوا بعدين إجا هلأ أخيرا هذا الريس عبد العزيز الريس أبو أبو من الحاكم أن يزني نصف ساعة تلفزيون فهذا قال لك يا أخي هذا عادي الآل حمدان هو يعني والصراحة ما قال له أن يزني لكن قال لك إذا زلم لا تطرب عليه إلا إلا أنه إذا كنت بينك وبينه إلا وإذا بديزني تتكرون بينه وبينه مهم إيك آله فهو قال لها هذا عبد العزيز هذا الرئيس طلع سألوه عن تحقيق عادل آل حمدان قالوا لا 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 هذا في تحقيقه موقعيس وكذا إلى آخر شوف شتم بعض وهم كلهم شان أحاديث الجلوس هذا بيشتم هذا وهذا بيسب هذا وكله بيقول لك يا أخي هؤلاء المبتدع متفرقون ليسوا كأهل السنة نحن أهل السنة لا نتفرق ولا نختلف سمعوا النصوص من الكتاب والسنة وهذا نقل عن السلف قولهم بأن الله يرس سمعوا يعني ما بأضل في حياة ولا خجل النصار عنده خمسمائة ألف متابع وخلص بقى ايش بدي خاف كان أول شيء نتمنى أنكم حق السابقة يعني يجل الستواء يقول يعني نقول كما قال المجاهد في البخاري استوى على وهذا ديمشقي كان بيقوله على أساس أنه نحن لا نفسره إلا بما فسروا به السلف استوى على ولا نقول بالجلوس هذا ديمشقي حد قال هذا الكلام في موسوعة أهل السنة وابن جبرين قال من ينسب إلى شوف هذا يقول لك قال السلف أنه يجلس ابن جبرين يقول من ينسب إلى السلف أنه قال أحد من السلف أن الله يجلس وهذا كذب على أهل على السنة وعلى أهل السنة وعلى السلف أكثر من ذلك بكر أبو زيد وعلى بيقول لك نحن باتفاق نقول بأنه استوى يعني على واستقر بيقول لك هذا باتفاق بينما بكر أبو زيد بيقول لك من ينسب هذا إلى ابن تيمية أنه قال استوى استقر هذا كذاب أشر أفاق أفاق مثل ما بيقول للإعلاميين من ين عشوا ماذا اشتفقتوا أنت الألباني بيقول لك أثبتوا الاستوى بمعنى استعلى وجردوه عن المكان والاستقرار هذه نص عليها في سيسته هذه سيسته الحديث الضعيف فمن ين عبت جبت الاتفاق هذا من ين اتفاق مين اتفاق محسن لا حول ولا أقوة خارج ابن موسعد أحد التابعين شوف تابعك أيوه أحد التابعين هيختم بكذبة خارج ابن مصعب قلنا لكم هذه فضيحة أصلا هذا خارج ابن مصعب هذا غير خارج ابن زيد اللي هو هذاك هذاك أحد الفقهاء السبعة اللي نعم هذا من التابعين واللي هو أدرك عثمان رضي الله عنه هذاك اسمه خارج ابن زيد هذا يخلط بين خارج ابن زيد التابع وبين خارج ابن مصعب اللي أصلا هذا تركوه وقال القحطاني هذا كذبوه ولم يثبت أصلا عن خارجه لأنه فيه سند إليه مجهول كما قال محقق كتاب السنة الخلال ومحقق كتاب السنة محقق كتاب السنة الخلال هذا الزاران ومحقق كتاب السنة القحطاني هذا كتاب السنة العبدالله نكمل للأشفاء توقعنا الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الآن إخواني الكرام أواب يقول أنت ما ثبت عندك طيب لا تنكر عندنا لا تنكر علينا لأنه ثبت عندنا الجلوس طيب أنا كما وعدتكم سأهدم مذهبه والمهدوم أصلا يعني نقول نجه نجهز عليه نصبح أثرا بعد عين بهذه القاعدة طيب ما ثبت عندك التأويل يا أخي نحن ثبت عندنا بروايات صحيحة عن السلف وبروايات غير صحيحة وموضوعة وتالفة لأنه أنت عندك يجوز الاحتجاج بالضعيف والتالف والموضوع بدليل عم تحتاج بحديث الجلوس التالي في الموضوع عند الألباني مش عند الكوثري رحمه الله رحمه الله الجميل ثبت تأويل المجيء عند أحمد وجاء ربك وجاء ثوابه ثبت تأويل 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 الكرسي عند عند البخاري أيضا معلقا عن سعيد بن جبيع الكرسي هو الكرسي هو العلم ثبت تأويل طبري للاستواء عليها علوة ملك وسلطان لا علوة انتقال وزوال جاء عن مالك تأويل النزول بنزول الرحبة بس ما تقل لي ما تقل لي لا ما ثبت نحن عم نتكلم أنه ورد مثل ما قلت له لددو ما تقول ما ورد عن السلف الجلوس لا ورد لو قلت ما ثبت كنا بنمشي لك ياها بس وانا بدي عام لك بهذه لأنه أصلا هذا ها بيحتاج بهذا هل يكون استواء الا بجلوس هذه أصلا ما ثبتت أصلا فإذا أنت بتحتاج بكل بالمخلقة والموقودة والمطردية والمطيحة إذن ونأتي لك بتأويلات عن ابن عباس أيضا ثبت عن ابن عباس تأويل الساق بالشدة اللي هاي أصلا أنت رح تبدأت الإمام الناوي طبعا تكفره مشان أنه ليش أول الساق بالشدة هذه منكم عليها حلقة كمان هذه أعمل لك عقية الإمام الناوي مقارنتها بعقية السلف طلع من السلف السلف طلع ابن تيمية أيضا ما ثبت عندك أنت طبعا جيب لك أيضا تأويل تأويل العين عند ابن عباس جص على عيني أو فإنك بأعيننا يعني برعايتنا ما تقل لي ما ثبت بالمناسبة أنت بتقول استواء استقر وأنه هذا جاء عن السلف إيه جاء عن السلف عن ابن عباس بسنة دي المسلسل بالكذبين وجاء أيضا عن ابن عباس بسنة دي أفضل منه أنه استوى استولى وذي نقلها ابن عبدالبر وبعدين قال لكن السند ليه ضعيف لأنه فيه مجاهي لكن أنت عم تحتاج بالمسلسل بالكذبين يعني هذا أولى بعدين ما ثبت عندك التوسل والتبرق والاستغاثة إحنا ثبت عندنا إذن ثبت عندنا نحن الاستغاثة والتبرق والتوسل بأحاديث موقوفة ومرفوعة من أحاديث مالك الدار هذا يستسقي لأمتك لما صار قحط في عزماني عمر واستغاثتهم بآدم وأسألك مرافقتك بالجنة وتوسل قال به أحمد والتبرق بالقبو قال به أحمد أيضا والتفويض ثبت عندنا أيضا ما ثبت عندك إحنا ثبت وإحنا نجلب لك عام الروايات نقلها ابن تيمي عن محمد بن الحسن وأبي عبيد وابن سفيان عيين لما قال كل ما وصف الله بنافسه فتفسيره تلاوته ليس لأحد أن يفسره إلى الله الحميد لما قال نقول استوى على الرحمن ولا نزيد فيه ولا نفسره جبت لي استوى يعني استقر وعلى باتفاق اين اتفاق اتفاق مين وهكذا طيب نوثق بقى الآن لاحظوا أخوان كرام هذا مجلد كامل عن اختلاف الوهابية في تفسير الاستواء بالجلوس معارك دامية بينهم طبعا ما رح ننقف عليها لكن احنا خلينا بس نروح على ضعف أحاديث الجلوس فقط يعني نحنا خصصنا إليها حلقة شوف ما ثبت عندك التأويل لا نحنا ثبت عندنا لا تقول به حر بس لا تنكر علينا العين بالعين شوف مثلا فاينما تولوا فثم وجه الله هثبت عن شوف وهذا بإقرار ابن تيمية في كتاب مجموعة الفتاة أنه هذا صحيح عن مجاهد وعن الشعبي أنه قال فاينما تولوا فثم وجه الله يعني فثم قبلة الله يقول لك لكن لكن ليس هذا من آيات الصفات بيروح بيردع لابن القيم بطريقة غير مواشرة بيقول لك لا هذا يا سيدي من آيات الصفات فثم وجه الله واللي بيقول القبلة ثم وجه الله يعني قبلة الله هذا ليس عليه ذلي وإذن قال وهذا لا يتعين حمله على القبلة والجهة ولا يمثنع أن يراد به وجه الرب حقيقة حتى تعرفوا أنه هذا ابنتي ابن القيم اللي هو من أخلص الناس لابن تيمية لشيقه والذي قالوا عنه ألزم لابن تيمية من ظله شوف شوف يقول لك لا انت مين شلو وهون ابن تيمية يقول لا هذا ليس من آيات الصفات وهون بيقول لا لا يتعين حمله على القبلة والجهة يعني كما قال المجاهد والشافعي ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب حقيقة فحمله على موارده ونظائره كلها أولى إلى آخر ما قال وشوف حتى هون بيجيب لك أنه بيقول لك أنه هون من الأوجه شوف أنه تفسير لاحظ لاحظه هون بيروح بيجيب لك أنه في عدة وجوه أنه بيقول لك تفسير الوجه هنا بالقبلة باطل من وجوه الوجه الثامن عشر وصل له الوجه التاسع أنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعا ولا عرفا هذا صار فيه مثل إيش مثل لما قال مجاهد لما قال وجوه يوم إذن ناظرة إلى ربها ناظرة قاله يا لطيف هذا من يق ناظرة إلى ناظرة إلى ربها ناظرة يعني منتظرة ناظرة إيه لما قال مجاهد أنه هذا بمعنى منتظرة ردوا عليه وقال ما هذا ابن بطة وغيره قال من يقول هذا الكلام لا يعرف شيء في لغة العرب أصلا لاحظوا هون يعني مرة بيكون مجاهد يا لطيف إذا وصلك إذا جاءك إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك ومرة بيصير يا لطيف شوف هاي هون مثلا تفسير الطبري لاحظوا هاي تفسير الطبري أنه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربي ناظرة تنتظر الثواب منه شوف بأسانيد كثيرة يعني لاحظتم بيجي بيقولوله هون شوف هذا طبعا هاي دمشقي بيقولك لا 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 هذا مجاهد ما يروى عن مجاهد لاحظ أنه هذا ما يروى عن مجاهد لم يعبأ المفسرون بقول مجاهد لمخالفته الصريح وصحيح قول رسول الله وهنيك لما تكلم عن مجاهد أنه فسر استوى بعلا بيقولك شوف حسبك التفسير عن مجاهد وكذا إلى آخر لأنا بجيب لكم هاي قضية ايش لاحظوا هون هذا هون كتاب الرد على الجهمية اللي هو أصلا ما ثبت عن أحمد لكن مع ذلك نحن نحتاج به لأنه هون يقولك تحت باب بيان ما جحدت الجهمية من قول الله وأنه قالت إلى ربها ناظرة يعني تنتظر الثواب من ربها بيجي المحشي المحشي هذا تحت بيقولك شوف قالت الجهمية إلى ربها ناظرة يعني يقصد الانتظار فخالفت في ذلك بهذا التأويل جميع لغات العرب وما يعرف الفصحاء عرفت مرة بيكون مجاهد شوف أنا جملكون لاحظوا هون أنه شوف وقد أخذ مجاهد مسؤولة أهل السنة دمشق وقد أخذ مجاهد قال مجاهد أخذت التفسير عن ابن عباس من أوله إلى خاتمته قفه آية آية فلم يستسني من ذلك آيات الصفات وهون أيضا بيقول لك شوف أنه هذه أساني صحاة عن مجاهد اللي هو تلميس ابن عباس وكذا هو بيصير تلميس ابن عباس هو لما بيجيب لك يعني بييروا أنه في مثلا رواية في الثقة شوف أنه عن مجاهد أنه منفطر به السماء منفطر به يعني من ثقة لرب يقول لك شوف هذا مجاهد هذا من تلميس ابن عباس طيب هناك لما بيقول ناظرة منتظرة بيقول لك يا عوز بالله من يقول هذا الكلام لا يفهم لغة العرب أصلا شوف وخالها جميع لغات العرب وما يرفون فالصحاء نرجع لتأويلات اللي نحن لناها هون لاحظوا هاي طبعا هاي تأويل التضاري شوف فعلى عليها فقل على عليها علوة ممكن وسلطان هذا بالتفسير استوى على عليها وعلوة ممكن وسلطان لا علوة انتقال وزوال هذا طبعا من تفسير الطبري شوف طبعا البوهابي بعض الوهابي بيروح بيتهرب يقول لك لا 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 هذا ما أصدو الطبري كان يتكلم به منزلة الإلزام طيب هذا واحد وهابي شوف الغنيمان في ترح التوحيد من كتاب البخاري يقول لك هذا من جنس كلام أهل البدع وهذا لعز من التأويل الباطل اللي هو كلام الطبري لحظتم طيب وهذه كمان تأويل اليد حتى عن البخاري وشوف يعني هذا بطريقة غير مباشرة لأنه إيش قال البخاري في خلق أفعال العباد أنه فخلق عيسى وآدم بقوله كن لا عظتم إنما مثلا عيسى عند الله كمثل آدم إن مثلا عيسى عند الله كمثل خلقه من ترابن ثم قال لو كن فيكون يعني خلقه بكن أو مخلق عيسى بكن طيب إنها مثلا عيسى عند الله كمثل آدم الاثنين بإيش بشتركوا أنه خلقه مباشرة بكلمة كن بدون توسط أب وأم بالنسبة لآدم وبدون توسط أب بالنسبة لعيسى عليه السلام وعليهما السلام كله لاحظتم طيب هذا وجاء ربك وجاء ثوابه هذا يسناد الله غبار عليه يقوله البيقي عن كثير عن البيقي وهذا هون تأويل الكرسي بالعلم لاحظ هذا بيقول لك ما ثبت عن ابن عباس ماذا عملت أنا تحقيق فيها لا ثبت عن حتى ابن عباس ثبت لكن احنا خلينا بإيش أنه ثبت على الأقل عن لاحظ عن سعيد ابن جبير في صحيح البخاري لاحظ أيضا وهذا كلام كلام الطبري اللي قبل قليل قرأناه على عليه علوه ومكره وسلطان وهي هون التفويض ما ثبت عندك لا احنا ثبت ونثبت لك ياهم كلام ابن تيمية لاحظ شوف آمنتم بما جعل الله على مراد الله وبما جعل الرسول الله على مراد رسول الله شوفوا أن السلف الصحابة من بعدهم لم يتجاوزوا آمنوا بهذه الآيات المتشابهة ولا تجاوز بدون زيادة ولا نقصة ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف ضائر يعني تركوا كما هي أمروها كما جاءت ردوا علمها ردوا علمها إلى قائلها ومعنىها إلى المتكلم بها شوفوا عن المعنى بتكلم ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها ولا تأولوا شوفوا هم بعدين بيجيب لك أيضا بيجيب لك عن محمد بن حسن اتفق الفقاء لحظ كلهم أن صفة الرب يؤمن بها من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه شوف فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا شوف وهي هم بيجيب لك بيجيب لك عن الحميدي أنه شوف الرحمن على العرش استوى لا نزيد فيه ولا نفسره من غير هذا فهو جالي فمن وين هذا جالي الشموسي لك لا اتفقوا عليها وريكم كلاما هنا تأويل الساق أيضا لاحظ عن الطبري يأنقلها الطبري عن بأسانيد كثيرة عن مجاهد لاحظ يكشف عن ساق عن شدة وعن ابن عباس وعن أيضا مجاهد بسند آخر وعن ابن عباس بأسانيد أخرى لاحظ وعن قتادة هون يكشف عن ساق عن أمر فضيع جليل إجهد إجهد لا يقال أمر فضيع جليل هي نفس الساق أمر فضيع قال صفاته فضيعة صفاته جليلة تفسر الفضيع بالجليل وأيضا هنا شوف هذا أخيرا هذا تأويل تأويل النزول شوف ينزل أمره